موسيقى 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 فقط بالقرآن ثم ومرحل أخر إلى تحريف القرآن وجعله ناعماً جميلاً كما يقولون خارم من الجهاد ومقاتل المشركين إلى خيره ما في فتين شيء اسمه وتروح وتقاتل المشركين وهم ما قتلوك ولا هددوك ولا بدوهددوك ممنوع ما في الكلام هذا هذا غلط انتبه هذا ومع انه الفقهاء قالوا به وهنا صارت فيه معضلة فقية وقد قلت قبل شوية انه في سؤال لم يجب عنه ما فيش حدا التفت إليه انا استضمتي وانا قلت في المصريين وانا بعمل في الدكتوراه في شيء ليس مفهوم وأقول لكم بسهولة الأئمة الأربعة اختلفوا ما هو مبرر قتال غير المسلمين أو المشركين الكفار الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا مبرر قتالهم العدوان إذا اعتدع عليك بتقاتل إذن معناها ما فيش عدوان منها في رد عدوان صح؟ جميل هذا مقبول الشافعي قال رحمة الله إمامي أنا شافعي أنا خلفته هنا ونصرت الجمهور علي بصراحة انه غلط رحمة الله علي الشافعي قال لا مبرر قتالهم الكفر هذا كلام غير صحيح بالمرة غير صحيح حتى على وصول الشافعي تعرف ليش؟ طيب المرأة الكافرة كافرة رح قتلها رح قتلهاش النبي نهاني عنها الأطفال اللي يدوب يحتلم كذا وما حمر السيف وما أجيهش يقاتلك قاتلوا كمان الشيخ الكبير العمر ثمانين ستتسعين سنة كافر رح قاتله الرهبان الواء فمعناها الكلام الصحيح قول الجمهور مبرر قتال الكفار ليس كفرهم وإنما عدوانهم حلو هذا رأي الجماهير طيب ليش بنلاقي كمان أنه المذاهب الأربعة أنه آه لازم الأمة جاهد جهاد إيش؟ فتح بسموا جهاد طلب أنه آه واختلفوا على مرّة في السنة أو مرتين مرّة في الصيف ومرّة في الشتاء الصوافي والشوات وكذا هنا في تناقض صح أو لا؟ أنتوا يا جماعتنا يا إمتنا بتقولوا قبل قليل أن الكافر والمشرك والوثني إذا لم يعتدي علينا لم يبدأنا بعدوان ما فيش مبرع لقتاله من وين جبتونا جهاد لإيش الطلب هذا العهد إن قتلهم؟ ما فيش واحد طرح للمفرغ شفت المفرقة كيف؟ مفارقة أنا حاولت أجتهد وحليتها حسب فهمي تعرفوا كيف؟ كما قلت قبل قليل هم قالوا هيك كما فعل الراشدون هيك كمان خاصة عمر عفوك لم فاتش فتوحات من أيام سيدنا عمر وعثمان عادم عالي أيضا ما فتعش أي فتوحات أشتغل بالأسف لازمات الداخلية لكن عمر وعثمان عمل فتوحات خارجية آه هم خضعوا هنا ليس لمنطق الحجة والدية والبرهان في الدين أبداً أبداً وإنما للمنطق الواقعي منطق الإمبراطورياء وأن القوة لا تعرف الزهد والقوة دائماً بتوسع مجالها بلغة هتلر الحياة والليبنسراوم فقط هذا القضية والفقهاء هنا كانوا واقعيين ما كانوش مؤصلين فهمتوا كيف؟ عشان تفهم فهنا يا أخي الله خليك كن دقيقاً وما تحاولوش تنسب يدينك وقرآنك شغلات ها ليس صحيحة نحن الله نهانا عن العدوان بكل صور العدوان لا يوجد عدوان عننا حاشاً إلا وأمرنا بالكف عن من كفى عنا انتهى ما عندك أي مبرر تبدأ الناس بالعدوان وخاصة اليوم على فكرة خاصة اليوم مر اسمع الدكتور الدكتور في الشريعة والله العظيم في قناة إسلامية يحدثوا أيضاً كأنه لا يعيش عليه من مسكين مفصوم مفصوم لأنه مسكين من الجهة يعيش في العالم ومن الجهة يريد أن يصدق الكتب الحمراء والصفرة كأنها منزلة فاتخربت أرجو أن يقول قال لا لا الإسلام ليس فيه عدوان قال له كيف أشير؟ قال له الإسلام نعم نحن نرسل جنودنا قال له حتى لو لم يقاتلوا حتى لو لم يقاتلوا نرسل جنودنا إليهم وأن نفتح البلاد ونقول لهم نحن نريد فقط أن نبلغ دعوة الله فإذا يا حبيبي يا أستاذي ها؟ الله يطول عمرك ويفتع عليك بالحق وعينه جميعاً ما سألتش حالك أنه اليوم أنت ما تحتاجش تفتح الأراضي على فكرة أبن قسين ولا بتقدر ولا أنت قريباً هيك الله يخليك لا أنت ولا أنا إحنا سيفنا من خشب لعنا ذرق لعنا هيدرجوني ويخلف عليهم الغرب وأمريكا أنهم سكتين عنهم فهذا الدكتور اللي طلع لي في الفضائية مش عارف أنه الفضائية الطلع فيها تكفي والزيادة حبتين كمان لا يجب أن أبعث حتى دعاء ولا أبعث جيوش أقول لهم يا أسترا يا نايل ساد يا عرب ساد يا مش عمسين ألف طبقة خمسين ألف ستلايت أجروني قناة بمليون ونص دولار ودول عندها مليارات نحن ما شاء الله علينا نحن مليارات أجروني قناة وأرجيني أنت ما راجلك أنت أقول لي زيّك ما الخطاب التي ستفرزه وتقدمها للغرب عبر القنوات هذه والله أنا أقولها والله بشكل عام بشكل عام أن هؤلاء الناس عموماً الشعوب الغربية أطوع للحق وأكثر عقلانية وأكثر مرورة منك ومني ما رأيك؟ لأن تعال فهم مسلم سني متعصب أن الشيعي هذا مسلم على الأقل لا زنديق وشيعي وعمل إيران أنت وفهم الشيعي المدعشين وفيه شعر المدعشين أيضاً أن أخوه السني هذا مسلم وهو مسلم أكثر وأكثر المسلمين سنة من الشيعة يعني حوالي مليار أربعمائة مليون مسلم هؤلاء سنة لا يقول لك سنة قتلت الحسين نحن قتلنا الحسين أبو راس تعبان أنت هذه الهابة عند المسلمين وبنذبح بعضنا قاعدين باسم سنة وباسم الشيعة يا الرجل اتقل الله في حالك لا يوجد شيء وقال لك ها هو الحرية حرية إيه؟ أنتوا هؤلاء أقين بالحرية؟ قلهم هؤلاء هؤلاء تعبانين الغربي لا لكن على كل حال المسكوت عنه في هذا الخطاب أنه غربيين معناها مطوعين جدا 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 متى ظهر لهم الحق بالدليل يبخعون مباشرة صح؟ وفعلا كثير مسكين وبتترك البنت دين أبوها وأمها وبصلها مشاكل وبتنطرها من بيتها وبتضلى فإنت بصير الكرة في ملعبك عندك ستريتات كثير بالهبر صح؟ كلم العالم بالإسبانيولي كلمه بالإيطالي أهم شيء بالإنجليز طبعا لغة العالم كلمه بالألماني كلمه بكل بلغة المندلين أو اللغة السين وقق قل لهم ديني بس الله خليك مش الدين كما تفهموا أنت لأنه تقول لهم هيك مستحيلة إحنا يا أخي اللي كتبت القصص هذه الله يزيل الخير على غيرتك على الإسلام على القرآن وعلى السنة إحنا مصابتنا والله العظيم مسيحة وضعنا غريب عجيب